أعلنت البحرية البريطانية إسقاط صاروخ أطلقته قوات الحوثي باتجاه سفينة تجارية هذا وقد أعلنت قوات الحوثي استهداف السفينة داروين في خليج عدن التوتر في البحر الأحمر وخليج عدن يتصاعد حيث أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن البحرية الملكية البريطانية أسقطت صاروخا أطلقته قوات الحوثي في اليمن باتجاه سفينة تجارية في خليج عدن وقالت الوزارة إن السفينة الحربية دايموند التي تجوب مياه البحر الأحمر وخلي عدن في الوقت الراهن لضمان حرية الملاحة استخدمت صاروخا من طراز سي فايبر لإسقاط الصاروخ يأتي ذلك بينما أعلنت قوات الحوث استهداف السفينة داروين التابعة لشركة MSC في خلي عدن تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة وكانت السفينة داروين السادس التي ترفع علم ليبيريا في منطقة الهجوم مبحرة بين ميناء عدن وجيبوتي ومنذ نوفمبر هاجم الحوثيون أكثر من أربعين سفينة واحتجزوا إحداها وأغرقوا أخرى وفي وقت سابق قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن قبطان السفينة أبلغ عن سماع ذوي قوي ورؤية ارتطام بالماء وتصاعد للدخان من البحر على بعد نحو 15 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من ميناء عدن اليمني وهدأت حدة الهجمات في الأسابيع القليلة الماضية مع شن غارات جوية بقيادة الولايات المتحدة والانخفاض الحاد في عدد السفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر وخليل عدن وتشن قوات الحوثي التي تسيطر على جزء كبير من ساحل اليمن المطل على البحر الأحمر عشرات الهجمات بصواريخ ومسيارات ضد سفن تجارية منذ أشهر تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة حيث تشن إسرائيل حربا ضد حركة حماس وأعلن الحوثيون في البداية استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل لكنهم وسعوا أهدافهم لتشمل السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا بعد ضربات نفذتها الدولتان ضد مواقعهم في اليمن وأدت هجمات قوات الحوثي إلى زيادة تكاليف التأمين على السفن التي تعبر البحر الأحمر ودفعت العديد من شركات الشحن إلى تفضيل الممر الأطول بكثير حول الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية وشكلت واشنطن تحالفا متعدد الجنسيات في ديسمبر لحماية حركة الملاحة البحرية دون النجاح في وقف الهجمات